إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم نحن اليوم 25 يونيو 2021 ونسأقوم بتحليل البيتكوين قبل ذلك أتمنى منكم أن تشاركوا في قناة العلم لاعف والكذب أتمنى منكم أن تذهبوا إلى الموقع ببرويفتريدر.com وتقوموا بتحميلات الكتب مجانا يضغط على إيبداع المجانا ويصلك الكتاب العميل كان خاص ولا تنسوا الاشتراك في قناة تيليجرام المجانية بها تجدون كل العروض لمتعلقة بالدورات التدريبية ولكن قبل باتقي تحليل البيتكوين اليوم أريد منكم يعني ربما نشارككم بعد التعليقات لبعض الإخوة حتى تفهموا لماذا يعني أضعوا هذه الفيديوهات في القناة لاحظوا مثلا تعليقات رائعة أشكركم عليها مثلا شخص ينصحوا بدور التحليل الموجي والأخ أبو أحمد دور التحليل الموجي غير في الأهمية لمن أراد أن يعرفها أمرا مهمة جدا وهو أين تقف الآن قبل أن تتداول وهذا يعظم أرباحك وإن عكس السوق لأنه لا شيء مضمون فالخسارة محسوبة ويتحملوا الحساب ويعلم الله أنني أخذت الضورة وأتكلم عن ما حصل معي من تغيير فكان واجبا علي أن ننصف المحاضر له كامل التقدير شكرا أخي أبو أحمد والله هذا الأعدى الشخص لم أتفق معه ولم أطلع منه أن يضع تعليقات تعليقات له في الفيديوهات ولا أي شيء فقط أصدقائي أرى أن بعض الأخوة يكتبون أنت أفضل محلل في العالم أنت أفضل محلل في العالم العربي أنا لا أريد أن أكون أفضل محلل في العالم ولا في العالم العربي ولا أي شيء أنا فقط أريدكم أن تستفيدوا من الطريقة التي يحللوا بها أريدكم أن تتعلموا فقط هذا وهذا فيه لا أريد أن أكون أنا هو يعني أفضل محلل ولا أي شيء فأرجوكم أصدقائي من كان يريد مساعدة قناة العلم يعرف الكذب ساعدني بالتعلم ساعدني بأن تستفيد من ما أعطيك إياه وهذا يجعلني أكثر ساعدة وأكثر فرح إذا تحليل البيتكوين قبل البدء تعرفون أن التدول منها خطيرة يمكن أن تغسلوا أموالكم لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو هدفه تعليمي وتثقيفي لا نعطيه لنا ساحة مالية ولا استثمارية و من قام بدغطي على الزر الشراء والبعفة والمسؤول مسؤولية تم أنا فقط أعطيكم طريقة في التحليل وكيف أنظروا إلى الشرط طيب ماذا قلنا في البيتكوين قلنا في البيتكوين أن هذا النطاق وأنه إذا ظهرت قوة هذه أفضل مناطق للشراء ولاحظوا ما الذي وقع ساعدة السعر بقوة ولاحظوا هذا النزول نزول البيتكوين التحليل لحد الساعة لا لماذا إذا ذهبت إلى فريم الساعة لحد الساعة قد يكون هذا رانين فلات يعني هاتي لدينا 1, 2, 3, 4, 5 هاتي الموجة الأولى سستعملوا التحليل الموجي الآن لاحظوا هذا والراج هذا والنطاق كنت قلت هاتي أفضل مناطق للدخول في صفقة الشراء لأنه حصلنا على ديسكاونت جميل الآن لاحظنا أن هذا النزول ليس تصحيحي لو كانت تصحيحي أنه كذا سيكون هذا الصعود ثم إذا نزل هذا يعني أن هناك تغيير في الاتجاه الآن بالنسبة لي أنا كيف أرى هذا الشرط كيف أرى البيتكوين هذه الحركة قوية وهذه الحركة كذلك قوية يمكن أن يمكنه لبعض من يشكلاني ما نسميه رانين فلات وهذا يقول لي أن هناك احتمال كبير أن يسعد البيتكوين كذلك جميل طيب الآن الآن كيف سيتغير هذا التحليل؟ هذا التحليل سيتغير في حالة واحدة في حالة واحدة أصدقائي وإذا نزل البيتكوين كسر على المنطقة وصحح هنا أعطني رانج هنا وتم كسره ذلك الرانج بقوة هذا يقول لأنه خلاص أن البيتكوين ربما هابط ليكسر هذا القاع وإذا تم كسر هذا القاع ستتغير بنية البيتكوين بالنسبة لي ستتغير بنية البيتكوين بالنسبة لي مما يعني مما يعني أن هناك احتمال كبير أن يعود البيتكوين إلى هذه المنطقة يعطيني هذا النموذج ثم هذا النزول هنا وسنبحث عن الشرع بعد ذلك دائما أبحث عن الشرع على المدى التوني أوكي يعني كما قلت البنية لحد الساعة لم تتغير بنية الشرع لازالت موجودة لم تتغير لأنني أتوقع وربما أن يكون هناك هذا يسمى إما رانين فلات أو إكسباندين فلات يعني إذا لاحظت مثلا على فريم خة 16 دقيقة أن هناك تناقص في زخم آخر موجتين وآخر موجتين يأتي الموجة إلى هذه المنطقة ضعها بلون الساعة تتظهر وهذه الموجة هل هناك تناقص في الزخم لنرى هناك تزايد في الزخم هناك تزايد في الزخم بالتالي أريد أن أرى تناقصا في الزخم أريد أن أرى تصحيحا مثل هذا ثم نزول إلى هذه المنطقة بعد ذلك أريد أن أرى نطاقا هنا حرب لاحظوا هذا النطاق حرب بين المشترين والبيعين كسر بقوة وهذا ربما هو يكون منطقة الدخولي إذا لم أدخل مثلا في هذه المنطقة منطقة الدخولي كذلك هنا للشراء إلى أين لأخذ 1, 2, 3 إلى أين مثل هذه الموجة التي كنا تحدثنا عنها مرارا وتكرارا هذه الموجة هذه الموجة هنا هذا دائما هو احتمالنا صحية أصلك هذا هو احتمالنا ولكن متى سييتغير ذلك longeذوا متى سيتغير هذا الاحتمال الآن أصبحتم تعرفون ماذا أريد متى سأغير وجهة نظري ستتغير وجهة نظري إذا تم كسر هذه المنطقة تم كسرها هكذا وإذا تم كسرها فقط هذا لا يوغي البنية لأنه قد يكون هذا إكسباندين للصعود إكسباندين فلات للصعود بالتالي أريد أن أرى كسر من هذه المنطقة وزائد نطاق في هذه المنطقة هذا النطاق وأريد أن أرى قوتك تكسر قوة تكسر شمعة قوية هنا أقول آه أوكي ربما ليس هناك شراء الآن سنبتعد عن الشراء وربما نبحث عن البيع لأنه سيتم كسر هذا اللقاء وعندما يتم كسر هذا اللقاء هذا يقول لي أنه هاته أول موجة دافعة بالنسبة لي هاته أول موجة دافعة بالنسبة لي ولا يمكن أن يكون هذا فقط هو تصحيحها مما يعني أنه هذه فقط موجة واحدة من التصحيح وهذا في حالة ميداد نزل السعر وكسر الآن بعد هذا التصحيح ثم بعد ذلك سأتوقع صعودا أحصل على مثل هذه الموجة هنا نظرية التقفيل مثل هذه الموجة هنا وتكون هذه التي في الوسط هي الموجة بي التصحيحية ويكون التصحيح كله عبارة عن رانين فلات ثم أبحث عن أي منطقة هنا منطقة ترانج هنا للبيع لمرة أخيرة لكسر هذا اللقاء وبعد ذلك هنا عندما يحدث هذا الأمر نبحث عن ماذا؟ نبحث عن تلك الموجة بي نبحث عن تلك الموجة بي نبحث عن تلك الموجة بي التي ننتظر التي ستكون تصحيحية هكذا بهذا النموذج الذي سيكون في مستقبل نموذجا كبيرا نريجو درفلات قبل الصعود لكل هذه الموجة الصدقائية أتمنى أنكم لم تتوهوا معي في تحليل البيتكوين اليوم لأن البنية قد تتغير في أي وقت بالتالي ما أريدكم أن تعرفوه الآن هو أنني لازلنا لازلنا في مناطق شرائية متى يتغير الشراء؟ كما قلت عندما يتم كسر هذه المنطقة على فريمس ساعة مثلا زي التصحيح وكسره بقوة هذا يقول لي ربما خلاص سيهابيت البيتكوين ربما خلاص سيهابيت البيتكوين وإذا كسر هذا القاع نحن لن ندخل في بيع هذه المنطقة خليه يكسر هذا القاع وخليه يسعد ويعطينا رانين فلات وهنا في هذه المناطق يبحث عن البيع لكسر القاع لمرة آخرة حتى تكون أتي 1, 2, 3 وكا أصدقائي أتمنى أنكم استفدتم من هذا التحليل دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو إذا أردتم أن أحليل عاملات أخرى يجب أن تعرفوا أصدقائي لا أستطيع أن ألبي طلبك كل شخص لأنني أتلقى مئات رسائل مئات التعليقات لا أستطيع تلبية كل طلباتكم فأعذروني أصدقائي ليس لدي الوقت كثير لذلك إذا قمت ربما أستطيع تسجيل فيديوين إلى 3 في اليوم وهذا يعني على بعد تقدير فأتمنى منكم أن تتفاعلوا معي أصدقائي تضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديوهات إذا أردتم أن أستمر لأنني يعني أرى أن الإخوة يستفيدون ولكن ليست هناك تفاعل كبير مع الأسف وإردتم أن تشاركوا هذه الفيديوهات والقناة في صفحاتكم في صفحات الجروبات التي ترون إذا رأيتم أننا فعلا نستحق ذلك وكذلك من أراد يعني الاستشارة أو تحدث معي في خصوص دورات تدريبية أو استغلال العروض المتوفرة حاليا لأنها بقيت فقط 3 أيام على انتهاء العرض دورة بـ 8 دورتين بسعر دورة واحدة تحدث معي على التليجرام على هذا الرابط إذا أردتم حجز استشارة أو كذلك إذا أردتم اشتراك في العروض بمناسبة لدورات التدريبية دورة Price Action ودورة تحليل الموجي هذا هو الرابط الذي تتحدث فيه معي على التليجرام لا تنسوا أن العملية عافية كثيرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته